يعرف الفلاح بالبساطة وكذلك بارتباطه الكبير بالأرض والزراعة على الرغم من كل الصعوبات العمّ محمد القويضي من أكثر من سبعين عام وهو في هذه المهنة ولا زال يعمل بكل حب وشغف وتشعر بذلك حين تسمع صوته الذي يرتبط بحب الأرض نشاهد هذا التقرير ليعد لنا الزميل حسين السلطان من الأحسان بصوته العذب وأدواته الزراعية البسيطة يتوجه العم أبو حسين إلى وجهته المحببة في كل صباح يملأه ذلك الحب الذي لا ينتهي وذلك الانتمائه للأرض التي يغرسها ويجني منها الثمار بدأت طال عمرك في الفلوحة من يوم من أبو سعب سنين عندنا أول في العمروحة سوكنا أول في نخال والأول عاشيش موكم من ثلاث عين نطلع من البيت وندخل لنخال ونحش ونصعد الناخلة نسحتها وننبتها وليصر في يوم العمار ننضر تحت الناخلة ونحوضها وبعدين نحط لها سماد ونعدلين عقب نسقيه رحنا نشتغل هناك الزراع والسيهات تمنا مدناك نشتغل في وعي يقول علي بن عطا صار تنديل عليني وقابل هذه الصباح قاعدني ونذهب طال عمرك بن عني يزقات من قابل هذه الصباح الين تطلع للشمس وتولي نطلع ونفطر وعقب ما نفطر عاشيون نفطر ولا ساحة ويا في نيولق هوا وعقب ما نفطر ندخل ثوانا ونبدع ندر الصخين إلى الظهر على مكتشب وتنطفي يسراج ولا تضيب تلايا الليل يسراج عصايا مناي ما تحتاج ليسراي ولا العدوان تشمت علي أكثر من سبعين عام قضاها العم محمد القويضي في بلدته المنصورة بالأحساء يخطط الأرض ويرويها بعرق جبينه أينما كانت هناك بقعة يمكن أن تزرع تراه حاضرا حتى يرسم السعادة لكل من شاهد نتاج ما زرعته يداه حسين السلطان الأحساء ايه هلك باسمك يزع قولك يا جالس ولك ندنكم الفنجان جالس وانا برجوك تسع سنين جالس بعد سنتين ولي وحشي بويه ايه هل جالس على حتى النور وزواد الله على هذا التقرير هذا مصدر للبهجة يعني يتضح في ملامح هذا الرجل السبعيني العم محمد القويضي مدى حبه للزراعة ومدى حبه كذلك للأرض سبعين عام وهو يعمل في هذا المجال هذا العمل النابع من حب يعني احنا قاعدين نشوف مثلها التفاصيل هذه ونسعد الشجرة بشكل عام هي رمز للعطاء سبعين سنة والرجل هذا قاعد يزرع ويحرث ويبدر كذلك ويجني الثمار الله يعطيك الصحة والعافية لعم محمد القويضي